انابى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري لافتتاح مهرجان البحرين السنوي للتراث بنسخته التاسع والعشرين بعنوان العادات الرمضانية نعم وذلك في سوق البراحة في محافظة المحرق بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين لها عمقها التاريخي والثقافي وتسخر بإرث حضاري غني ما أسهم في ترسيخ هويتها على مر العصور وأكسبها مكانتها على خريطة العالم الثقافية والتراثية مشيرا إلى ما يحظى به قطاع الثقافة والأثار من رعاية واهتمام في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وأعرب سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد عن تشرفه بافتتاح المهرجان في نسخته التاسعة والعشرين نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مؤكدا أن جلالته والراعي الأول لتاريخ وهوية مملكة البحرين وقائد مسيرتها المباركة وأن رعايته المتواصلة حفظه الله ورعاه لمهرجان البحرين السنوي للتراث تأتي لتعكس أهمية حفظ وصون المخزون التراثي والثقافي للبحرين وضرورة إبراز الموروث الشعبي بجهود كافة أبناء الوطن من خلال الحفاظ عليه وتناقله وتوارثه عبر الأجيال وقال سموه أنه لا يبعث على المبهجة والاعتزاز أن يبرز مهرجان التراث لهذا العام جانبا مضيئا من تراث البحرين فيما يتعلق بالعادات والتقاليد الرمضانية البحرينية وهما يتم الحرص بكل فخر على توريثه للأجيال جيلا بعد جيل لما يحمله الشهر الفضيل من روحانية خاصة كرسها الأباء والأجداد في نفوس الجميع ما يتوجب مواصلة الحفاظ عليها لتمتد في المستقبل جزءا أصيلا من تاريخ الوطن معربا عن شكره في هذا الصدد للقائمين على المهرجان وتمنيته لهم بالتوفيق والنجاح من جهته أكد الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن دعم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الدائم للحراك الثقافي في مملكة البحرين يشكل الأساس لكافة المنجازات الحضارية التي تسعى هيئة الثقافة إلى تحقيقها ومن بينها حفظ وصون وترويج التراث الثقافي للمملكة مشيرا إلى أن قطاع الثقافة والآثار يحظى بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي ماجلس الوزراء ما أسهم في تحقيق العديد من الأهداف الموضوعة لهذا القطاع الحيوي الهام ضمن المسيرة التنموية الشاملة للمملكة معربا عن الشكر والجزيل والتقدير لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة لافتتاحه نيابة عن جلالة الملك المعظم مهرجان التراث بنسخته التاسعة والعشرين وما أبداه سموه من حرص على الإطلاع على مختلف فعاليات المهرجان لزمن الأجداد والعادات والتقاليد القديمة صورة خاصة لا تزال عالقة في ذهن كل من عاصر الزمن القديم وعاش تفاصيله فأصبحت ذكريات يتغنى بها الأجيال فبالتزامن مع ليلة القرقعون انطلق مهرجان التراث السنوي في نسخته التاسعة والعشرين والذي يقام هذا العام خلال شهر رمضان المبارك هيئة البحرين الثقافة والأثار تسعد في كل عام بإقامة مهرجان التراث السنوي والذي هذا العام بنسخته التاسعة والعشرين يصلط الضوء على العادات الرمضانية خصوصا مع تزامن هذا المهرجان مع شهر رمضان المبارك مهرجان التراث يعتبر ركيزة من فعاليات وأنشطة هيئة البحرين الثقافة والأثار والذي نحتز بتشريف جلالة الملك برعايته الكريمة لهذا المهرجان في كل نسخة منذ بدء عرفت البحرين بالمهن والحرف اليدوية التي كانت مصدر دخل يعتمد عليه البحرينيون منذ قديم الزمان واليوم باتت هذه الحرف تراثا ينقل ويعرف به كل مواطن ومقيم عن تاريخ البحرين وحضارتها احنا مشاركين بمهنة الكرار نشتقل هنا هي مهنة طبعا من مجموعة نساء تكون طبعا هي مهنة قديمة في البحرين فاحنا تعلمناها من مهاتنا ويداتنا مزاولين هذه المهنة فهي تكون من مجموعة نساء انا يسموني لدطابة وطبعا اللي يدخلون معاي يسمونهم الدواخير انا شغلتي صناعة تشكيل المعاجم من ضمنها نسوي الدلال البحريني اللي نسميه احنا قراشية وشغلات نحاسية مثل مجسمات او اي شيء خص النحاس احنا نسوي المكان هذا جميل وفيه تراث البحرين بيعلم الاجيال عن الاشياء اللي كانت موجودة قديما وهذه ثاني زيارة لي في هذا المكان وصراحة مكان جميل انصح بزيارته حدث سنوي تبرز اهميته في القاء الضوء على عناصر التراث البحريني وابراز قيمة التراث والتوعية باهميته وضرورة الحفاظ عليه وصونه على مر السنين مهرجان التراث يأتي للتأكيد على اصالة العادات الرمضانية وارتباطها بهوية وتراث مملكة البحرين وهي تقاليد متوارثة جيلا بعد جيل ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر